في الأحياء الواقعة في وسط دونيتس معقل الانفصاليين المؤيدين لموسكو في الشرق الأوكراني قد ينسى الزوار لوهلة لدى رؤيتهم المطاعم والحنات الحديثة أن المنطقة تشهد منذ أكثر من سنتين نزاعاً مسلحاً دامياً قد تشعر بغضب الناس وخصوصاً سكان الضوحة المنطقة في أوجه الحرب أصابت الغارات دونيتس في قلبها ولكن منذ التوقيع على اتفاق السلام في مؤتمر منسك الثاني في شباط فبراير عام 2015 تراجعت حدة الغارات لكن المعارك تتواصل خصوصاً في الأحياء الواقعة في ضواحي المدينة وفي الأحياء الرئيسية في معقل المتمردين لا تزال المنطقة تعج بالرواد حتى أن السكان المحليين يشتكون حتى من رتابة الحياة الليلية ترجمة نانسي قنقر